هو ايه قصة الطيارة المصري اللي العالم كله بيتكلم عنه النهاردة؟ تعال اوريكم الفيديو ده واحكي لكم حكاية ولا في الخيال الفيديو ده لهبوط طيارة تابعة لمصر الطيران في لندن فيه عاصفة جمدة جداً في لندن اسمها يونس والعاصفة دي تسببت في وفاة اكتر من ثلاث اشخاص الهبوط بتاع الطيارة مش امر سهل ابداً ده اصعب حاجة في الطيارة وكمان فيه طيارات كتير كالترايحة مطار لندن ولغت الرحلة وعادت الى ادرجها بسبب قوة العاصفة وقوة الرياح اللي كانت ممكن تدمر الطيارات وهي ابطهبط لكن الطيارة المصري المحترم الموجود في الفيديو ده قدر يهبط بالطيارة سليمة تماماً ومن اول مرة فيه غير ناس قعدت من مرتين لتلات مرات عشان يزبطوا الهبوط والطيار ده اصبح حديث العالم كل العالم بيتكلم عنه حتى جريد الجلي ميل عمل التقرير عنه وتطارده وده شيء عظيم جداً ان الاجانب والغرب كله يتحدث عن طيار مصري بصوا الهبوط يا جماعة وراوعة الهبوط بتاعه تعال اوريكم صورته وحكاية الكابتن الكبير وليد مراد اللي اصبح اسمه ترند مواقع التواصل الاجتماعي وجول كان رئيس رب الطيارين المصريين وعنده ساعات عمل كبيرة جداً جعلته واحد من اكفئ الطيارين مش بس في مصر لا وفي العالم كله بعد ما كل العالم وجه الشكر للطيار الكبير اللي قدر يهبط بطيارة فعاصفة صعبة جداً وفي دقيقة ونص بس قال انه بيوجه الشكر للمدربين بتوع مصر اللي علموا الطيارين المصريين وصول المهنة بجد ووجه الشكر شركة مصر الطيران اللي ما بتقلش ابداً عن اي شركة طيران في العالم هو ده الراجل اللي احنا المفروض ننحني امامه ونقوله شكراً انك رفعت اسم بلدنا علي